شهدت سعادة خول الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة حفلة خريجاً في مقر جامعة الشرقة لما يقارب ستين منتسباً لبرنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني والذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني التابع لجامعة الشرقة بهدف إطلاعهم على نظام العمل البرلماني لإرساء ثقافة العمل البرلماني والتي تأتي تلبية لاحتياجات المجتمع تم تخريج ما يقارب من ستين مشاركاً من برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني الذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني وذلك بحضور سعادة خول الملا رئيس المجلس الاستشاري للإمارة والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشرقة هذا سبحان الله قبل سنتين كان حلم اليوم تحقق تخريج أول دفعتين ما يقارب ستين طالب ملتحق بهذا الدبلوم كان الهدف من الدبلوم اللي هي نشر الثقافة البرلمانية بما أن الدولة مقبلة على انتخابات المجلس الوطني وبعدها انتخابات المجلس الاستشاري ضم البرنامج العديد من المحاور التي تركزت حول دستور الدولة والانتخابات إلى جانب البرلمانات التشريعية أو الاستشارية والأنظمة الدستورية والنظام القضائي فضلا عن دور الهيئات في التلمية والاتفاقات الدولية التي تؤهل المشاركين لخوض تجارب الترشيح للانتخابات وكيفية التعامل البروتوكولي هذا الدبلوم اللي عدد ساعاته 100 ساعة وفيه 14 محور يعتبر من دبلومات الكبيرة على مركز تعليم المستمر في جامعة الشارقة ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة وأيضا على مستوى الدول العربية وعلى مستوى الدولة بدون كثير من المحاضرين الجيدين وممتازين اللي كانوا خدمه في المجلس الوطني والخدمه في الاستشاري قدم أفكار وكيف طريقة الحوار وكيف طرح الأسئلة يعني كانت جداً مثيرة لنا صراحة أنا استفدت منها وايد وبالعكس أنا قاعدة أشجع أيحد حاب ينضم لهذا البرنامان على الأقل يفهم مفهوم برنامان الدولة ويخوض تجربة حلوة لو حاب يدخل في أي مجال اليوم هذا البرنامج له همية كبيرة صراحة يعني استفادة كبيرة خاصة من المواد الموجودة فيه من المحاضرين من قوة هذا البرنامج استفادة كبيرة خاصة إذا واحد بيرشح نفسه في المجلس الوطني والمجلس الاستشاري وجاء هذا البرنامج تلبية للخطط التدريبية المدروسة والموضوعة من قبل جامعة الشارقة والمجلس الاستشاري بما يصم في تخريج جيل متخصص المجال البرلماني وأسس ممارسته البرنامج يعرف المشاركين بالانتخابات والأنظمة الدستورية في الدولة والعالم لرفضهم بالقوانين اللازمة عند خوضهم العمل البرلماني لأخبار الدار هدى الثالم جامعة الشارقة